أهلا بكم السلام عليكم ورحمة الله إذن يبدو أن سيناريو أمين غويري لم ينتهي بعد فبعد أن أكد في وقت سابق الناخب الوطني جامل بالماضي بأن لاعب ناديران الفرنسي سيلتحق بالمنتخب الوطني بداية من شهر أكتوبر المقبل وأن غويري أكمل ملف تغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية اليوم وصلت أخبار أخرى من فرنسا لا تسير وفق المعطيات السابقة حيث كشف المدير الرياضي لناديران الفرنسي فلوريان موريس اليوم الخميس بأن لاعب ونجم الفارق الفرنكو جزائري أمين غويري لم يحسم بعد هوية المنتخب الذي سيمثله مستقبلا ونقلت صحيفة لكيب الفرنسية اليوم تصريحات المدير الرياضي لناديران خلال الندوة الصحفية التقديمية للعبين الجدد بصفوف الفارق حيث قال تحدثت مع أمين غويري حول اختياره الدول بين جزائر وفرنسا أخبرني أنه لم يحسم أي شيء بعد ليبقى السؤال مطرح في الساحة الرياضية بعد أن شاعت سابقا التحاق الفرنكو جزائري بصفوفا منتخب اليوم قد يتغير كل شيء بعد تصريحات المدير الرياضي لناديران الفرنسي وسننتظر الأيام القليلة المقبلة لحسن مستقبل اللعب بشكل نهائي إما التحاقه بالخضر أو تأجيل الأمر إلى وقت لاحق تجدر الإشارة وحسب العديد من المختصين أنه كان من المفترض أن يكون أمين غويري البالغ من العمر 23 سنة كان معنيا بمعسكر الخضر من شهر سبتمبر الحالي لكن التأخر في إكمال وثائقه الإدارية جعل ظهوره يتأجل إلى وقت لاحق وفي الأخير وصلنا إلى نهاية الفيديو لهذا اليوم لا تنسوا دعمنا بالقناة جام وتعليق الفيديو اشترك بالقناة مع تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد نلتقي في فيديوهات أخرى والسلام عليكم